تفقد قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء ركن طالب بارجاش ما قرى قيادة لواء الأحقاف بمنطقة الريان والمواقع والنقاط المنتشرة على الشريط الساحل الشرقي لمحافظة حضر موت حيث كان في استقباله قائد لواء الأحقاف العميد الركن غيثان البحثني الذي ألقى كلمة ترحيبية أشاد فيها باهتمام قائد المنطقة باللواء بوصفها تعطي انطباعا وروحا معنوية عالية لجميع منتسب لواء الأحقاف وعقب زيارته لمقر قيادة اللواء توجه قائد المنطقة العسكرية الثانية بمعية قائد لواء الأحقاف بجولة تفقدية إلى جميع النقاط والمواقع التابعة للواء الأحقاف مثمنا جهود الأبطال المرابطين ودورهم الهام والاستراتيجي في المواقع والنقاط أمام التضاريس الوعرة بهذه المواقع وتأديتهم الواجب العسكري ترجمة نانسي قنقر